السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رابط المرحلة الاعدادية صف الثلاث الاعدادية كل سنة وتطيبين معدنا النهاردة اول درسة في جغرافية صف الثلاث الاعدادية بتكلم في بدء الامر عن القرات العالم من حيث او كمقدمة لقرات العالم من حيث الموقع والمساحة. لازم اتعرف على ان عندي مساحة القرى الارضية خمسمائة وعشرة مليون كيلومتر مربع مكونة من عنصرين رئيسيين. يابس بتبلغ نسبته تسعة وعشرين وتلاتة من عشر في المية ماء بيتبلغ نسبته سبعين وسبعة من عشر في المية. اليابس هو عبارة عن القرات عددها سبعة بالجزر المحيطة بيها ستة اهلين بالسكان والسبعة غير اهلة بالسكان. الماء هو عبارة عن المساطحات المائية العزبة والملحة واهمها الملحة او المساحاتها كبيرة الملحة زي المحيطات والخلجان والبحيرات والانهار وغيرها. تعال نتعرف على ترتيب قراء المساطحات المائية على مستوى العالم. نبهج يتكلم على المحيطات عددهم خمسة أكبر من المحيط الهادي زي ما أنا شايفها جده جزء موجود في الشرق وجزء موجود في الغرب تانيهم في عدد في المساحة المحيط الأطلنطي ثم الهندي ثم المحيط القطبي الجنوبي ثم المحيط القطبي الشمالي تعالنا نتعرف هنا الهادي وهنا الهادي في الشرق والغرب لأننا لو جبت المنظر ده دي الكرة الأرضية الكرة الأرضية بغضالي شكل دائرة قروية الشكل فبلاء الأمريكتين في اتجاه وأسيا وأستراليا وأنتركاتيكا في اتجاه والمحيط الهادي موجود في النص طب ترتيب القرات ببتدي من أكبر القرات إلى أصغر القرات ترتيبا تنازليا من الأكبر للأصغر أسيا أفريقيا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية القطبية الجنوبية أوروبا أستراليا أسيا أفريقيا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية القطبية الجنوبية أوروبا أستراليا اجبره مساحت اسيا وهو اظهره مساحتا الاسترابيا اجبر المحيطات الهادي مساحتا ثم اظهر القطبي الشمالي تعال نتعرف على تأسيمة تانية لقرات العالم لو انا جيت اتكلمت قلت قرات العالم القديم اسيا افريقيا اوروبا قرات العالم الجديد امريكا الشاملية امريكا الجنوبية استراليا انتركاتيكا هنبدأ نتعرف على من كل قرة على عنصر رئيسيين الموقع الفلكي والموقع الجغورفي الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول لدائرة العرض الموقع الجورافي موقع المكان بالنسبة للبحار والمحيطات والدول المجاورة والقارات وده خدناه في الفصل الدراسي او في سنة اولى وتانية اعدادي في الجورافي في السنين اللي فاتت تعال نتعرض على قارة اسيا تمتد قارة اسيا بين دائرتين عرض 81 شمالا فوق دائرة القطبية الشمالية حتى 10 جنوب خط الاستواء او دائرة الاستواء القدام وما بين خط يطول 26 شرقا حتى 170 غربا موقع الجورافي يحد قارة اسيا من جهة الشمال المحيط المتجمد الشمالي يحدها جنوبا المحيط الهندي شرقا المحيط الهادي غربا اوروبا متوسط احمر قارة اوروبا والبحر المتوسط والبحر الاحمر هلاقي ان قارة اوروبا اي اسيا بيفصلها عن قارة اوروبا زي ما انا شايف كده جبال اورال جبال اورال تمام بيفصلها عن قارة اسيا البحر الاحمر بيفصل عن كارت أفريقيا البحر الأحمر والبحر المضغس في نقطة اتصال ما بين أسيا وأوروبا عبارة عن مضيقاي البسفور والدردانين هناخدهم كذلك أيضا نقطة الاتصال ما بين أسيا وأفريقيا عند شبه جزيرة سيناء ومضيق باب المندب كارت أسيا بتتميز بأنها فيها العديد من الصفات يعني فيها أكبر بحر مغلق في العالم بحر قزوين وفيها عدد من الجزر جزيرة الياباء وجزر اليابان جزر الفلبين وجزر اندونيسيا كلمة دول جزرية هي دول دول بتتكون من جزيرة أو أكثر أو تكون جزء من جزيرة بالإضافة إلى مجموعة أشباه جزر شبه جزيرة المالية وشبه جزيرة العربية تمام؟ يبقى أنا عندي بيوجد فيها عدد من حواليها عدد من الجزر وعدد من أشباه الجزر منها شبه جزيرة العربية زي ما أنا شايف جزر اليابان من ضمن الجزر أدي متلونة باللون الأخضر وجزر الفلبين وبرضه في الجنوب جزر اندونيسيا المتلون عندي باللون الأصفر الغامق اللي هي شبه جزيرة الملاي وشبه جزيرة العربية تعال نتعرف على كارت أفريقيا تاني القرارات من حيث المساحة تمتد ما بين دائرتين عرض 37-30 دقيقة شمالا 34-30 دقيقة جنوبا ما بين خطة طول 51 شرقا 117 غربا 51 شرقا 117 غربا كارت أفريقيا بيحدها شمالا البحر المتوسط وبيحدها شرقا البحر الأحمر والمحيط الهندي اللي بيفصلها عن أسيا وبيحدها غربا المحيط الهتلانتي طب موقعها الفلكة من النسبة 37.5 شمالا 34.5 جنوبا الداني الثلاث دوائر عرض رئاسية موجودة في قائف القرى خط الاستواء في المنتصف تقريبا مدار السرطان في الجزء الشمالي ومدار الجزء الجنوبي خط الاستواء في المنتصف تقريبا مدار السرطان في الجزء الشمالي ومدار الجزء الجنوبي تعال نتعرف على أهم ما يميز هذه القرى إن فيها عدد قليل من الجزر منها جزيرة مدغشكر وجزر القمر اللي موجودة في الدائرة قدامي اللي هي العربية اللي هي في الدولة العربية ومصر موجودة طبعا في الجزء الشمالي الشرقي من القرة تعال نتعرف على قرة أوروبا هي شبك زيرة غير منتظمة الشكل تمتد ما بين دائرتين عرض 36 و 71 شمالا 36 و 71 شمالا يعني أنا ولا عندي خط الاستواء ولا عندي مدار السرطان ولا عندي مدار الجدي بل عندي الدائرة القطبية الشمالية ما بين خط ايطول 66 شرقا 25 غربا غرب جزيرة آيسلندا اللي موجودة قدامي إذن آيسلندا وجزر بريطانية تبع للقرة يحدها شمالا من المتجمد الشمالي يحدها جنوبا البحر المتوسط اللي بيفصلها على أفريقيا اقتربها من أفريقيا موجودة عند مضيق جبل طارق و جزيرة سقالية يحدها شرقا قارة أسل اللي بيفصلهم جبال أوران وبتقترب عند مضيقاي البصفور والدردانيل تمام لو أنا جيت حطية البصفور والدردانيل في جزئين اللي موجودين دول قادي البصفور ودي الدردانيل تمام يحدها غربا المحيط الأطلنطي يحدها غربا المحيط الأطلنطي اه شبك أو تعتبر شبك زيرة غير منتظمة الشكل اه شدة التعريك في السواحل بتسهل من ظهور المواني الطبعية اه وبالتالي النشاط التجاري والاتصال بالعالم الخارجي أمريكا الشمالية التي تمتن المباني دائرة دائرتين عرض سبعة آآ تلاتين دقيقة شمالا أو سبعة ونصف شمالا لتلاتة وتمانين شمالا فيها دائرتين عرض رئاسياتين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية تمتد ما بين خطة طول آآ عشرة آآ إلى مية آآ تمانية وستين غربا عشرة إلى مية تمانية وستين غربا يعني أنا قدام كرة موجودة في الجزء الشمالي الغربي من كرات العالم يحدى شمالا المتجمد الشمالي شرقا الأطلنطي غربا الهادي في جنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي تاني تاني شمالا المتجمد الشمالي شرقا الأطلنطي غربا الهادي في جنوب الشرقي خليج المكسيك والبحر الكاريبي تمام لحد كده هذه القارة توجد بها جزيرة زي جزيرة كوبا وغيرها وبيوجد فيها دائرتين عرض مدار السرطان ومدار الجدي القارة أو قارة أمريكا الجنوبية تمتد ما بين دائرتين عرض ببتدي من 12 شمال خط الاستواء حتى 56 جنوبا عشان كده دائرتين عرض رئيسيتين الموجودين خط الاستواء ومدار الجدي وتمتد ما بين خطي طول 35 إلى 81 غربا 35 إلى 81 غربا يحدها شمالا من البحر الكاريبي أنا استلفته من قارة أمريكا الشمالية يحدها شرقا المحيط الأطلنطي زيها زي أمريكا الشمالية يحدها غربا المحيط الهادي برضو زي أمريكا الشمالية ليس لها جنوب لأنها بتاخد لي شكل مسلس فبالتالي ليست له قاعدة تمام طيب فيه برضو آخر قارات من حيث المساحة وأهلة بالسكان قارة أستراليا تمتد ما بين دائرة عرض من 10 إلى 44 جنوبا من 10 إلى 44 جنوبا عشان كده بيمر في المنتصف تقريبا مدار الجدي وما بين خطة يطول 113 إلى 178 شرقا من 113 إلى 178 شرقا يعني موجودة في الربع الجنوبي الشرقي القارة دي في موقعها الجغرافي يحدها شمالا بحر أرافورا بيفصلها عن جزر أندونيسيا التابعة لقارة أسيا بيحدها في الغرب والجنوب المحيط الهندي غربا وجنوبا المحيط الهندي شرقا المحيط الهندي ما جزيرة شرقا المحيط الهندي بتتميز بوجود عدد من جزر نيوزلندا الشمالية نيوزلندا الجنوبية وجزر الكثمانيا وغيرها تمام وجزر كتيرة جدا موجودة طب آخر قارة عندي القارة القطبية الجنوبية اللي هي أنتركاتيكا القارة دي يتقع عند القطب الجنوبي أقصى جنوب القرى الأرضية ديها نتيجة إنها أصبحت متجمدة وغير مأهولة بالسكان بيحيط بها المحيط القطبي من كل الجهات بيحيط بها المحيط القطبي من كل الجهات تمام ما فيهاش تجمعات سكانية ما فيهاش قرى ولا مدن ولا حياة بشرية ولكن فيها مراكز بحوث في مناطق مقسمة بين عدد من الدول التي لها مصالح بها مثل روسيا والولايات المتحدة فرنسا وإنجلترا بالشكل ده أكون خلصت الدرس الأول أتمنى من الطلبة تتابع معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته